انا كان لازم احكي كان لازم اعرفهم اللي حصل عشان ارتاح انتهست فرصة اني مش هايفهم وبدأت اكتب سامحوني انا انا هقول على كل اللي حصل لي بالتفصيل الممل انا اسمي شاهين شاهين منصور 33 سنة من موليد محافظة بن سويف بشتغل الدكتور نيسا وتوليد اعزب مملوكش في حياتي غير ام الغالية واخت الصغيرة مجدة عندها 24 سنة وفي كلية تجارة هي بالمناسبة مخطوبة من صديقي وهاشرد عمري حل مش اشتاوي انا وصورتي الكريمة عايشين في شقة لسه مشتريها ريب يجي من حوالي شهرين والدي الله يرحمه متوفي من سبع سنين ومن ساعة ما اسمعنا خبر وفاته والايام بادمها تقيل علينا وكأنه خاد كل حاجة جميلة معاه الحكاية بدأت بالتدريج في يوم الامر كان مكتامل في السماء والجو كان هادي جدا كنت قاعد في وطي وعلى مكتب المتوضع قدام الدفاية وجنبي كوباية النسكافيه المحببة لي كنت بقرر رواية مهمة اللي راي مونك أستاذ الفلسفة العظيم بجمعة ساوز مبون ومشغل موسيقى كلاسيكية على الجرامافون للمبدع أرسر سوليفان أنا بحب المقتنيات القديمة زي الجرامافونات والآلات الكتبة والتلفونات الأرض القديمة غير كده أنا من عدي أني بحب الاطلاع دايما لجميع الثقافات يعني مش مقتصر على أدب بعينه بس اللي حصل وقتها أني بدأت أتشتت لقيتني بسمع صوت جاي من بره قمت بسرعة وفصلت الموسيقى بالمناسبة الشعق اللي عاديم فيها 175 متر بتتكون من صالة كبيرة وأربع قوط وحمام واطبخ ثلاث قوط كل واحد فينا قوضة والقوضة الرابعة مقفولة بالقفل المهم الصوت اللي كنت سامه كان عبارة عن قنين خافت كأن مثلا حد بيتوجع لكن بصوت واطي استغربت إزاي سمعته وأنا في قطي والموسيقى شغالة صوت الأنين دا كان صوته نسوي بس غريب كأن فيه كان أحد بيعذبه جريت على قوضة أمي عشان أتطمن عليها لقيتها في سابع نوم ما حاولتش أزعيجها وتسحت وقفلت باب قوضتها ومشيت بس بس صوت الأنين لسه سامه لكن مش لقيله مصدر قررت أخبط على على قوضة أختي لما قربت سمعت من جوه قدوتها صوت بجانب صوت زي هاب دا كده لما خبطت الأصوات دي اختفت فتحت لي أختي الباب لما أسألتها كنت بتتكلمي مع مين ردت علي وهي بتتاو وقالت لي ما كنتش بتكلم دا أنت حتى صحيتني من النوع قلت في بالي يمكن تكون بتكلم خطيبها في الموبايل وتحرجت تقولي قررت ساعتها أني أرجع عطي لكني لكني وقفت فجأة وقفت لما لما لمحت مخالب كبيرة بتحاول تخرج من تحت عقب باب القوضة المقفولة قررت من القوضة وأنا مستغرب سمعت صوت صرخة مكتومة من جوه القوضة أنا ما عرفتش يصرف إزاي غير إني غير إني جبت الشاكوش وبدأت تكسر القفل الموجود على الباب وبالفعل استسلم القفل لخبطات الشاكوش وقع وبدأت أدخل القوضة كان فيه سواد كحل جيت أفتح النور اكتشفت أني مفيش أصلا كهربة جوه القوضة افتقرت لما السمصار قال لي بلاش تعربوا من القوضة دي ولما سألته عن السبب قال لي لأنها لسه ما شطبتش وفيها كم قطعة عفشة تخص السكان اللي قبليكم رجعت على قط جاري وجبت كشاف دخلت وأنا مواجه الكشاف ناحية الظلمة لما بدأت أمسها الأوضة بالنور أنا هاشفلكم الأوضة كانت عبارة عن حيطان حيطان عبارة عن طوب أحمر كان فيه علامات اللي خربيش في كل رقن في الحيطة أنا شميت ريحة ما كانتش مليحاني بس بس هو فين العفش اللي السمصار قال لي عليه كنت بس أل نفسي لحد ما هيني واعت على بيانه بيانه موجود في آخر الأوضة كان لونه أبيض كان مليان طراب وشبك عن كبوت أنا أنا انبهارت بيه بشكل مش طبيعي لدرجة أني فكرت أن أضفه وأحطه في الصلاة قربت على البيانه جيت ألمسه لكن لكن قبل ما أعمل أي حاجة بدأت بدأت أسمع صوت الصرخة المكتومة اللي كنت سمعتها وأنا برا كانت كانت داية من جنب البيانو دا لما بصت جنب البيانو ما لقيتش ما لقيتش غير غير جلود صغيرة كتير مرمية جنب وتحت البيانو جلود جلود مليانة شعر أعتقد دا أعتقد دا دا جلد قطط بس إيه البشعة دي دا دا فيه دم دم على حيطان دم أسود من الجلط والدم دا طايل البيانو من وره جبت كيس أسود كبير وفلت لاب القطة بسرعة عشان مش عايز حد من أمي ولا أختي يشوف المنظر المقزز دا حطيت الكشاف في بقي ونزلت على رقبتي وبدأت أنضف كل حاجة ولم الجلد دا من على الأرض في الكيس بس بس وانا بعمل كده لمحت لمحت بضل بيتحرك بسرعة وراي وقمت بسرعة ووقفت وبصيت وراي بصيت يمين وشمال ما لقيتش حاجة بس بس حسيت بوجود حد دعوالي الظلمة الظلمة كانت كفيلة بأنها بأنها تشكلك مليون شبح وألف ضل عارفين أنتم عارفينش الشعور لما تكون لوحدك في مكان ضلمة وكل اللي تملكه هو كشاف إداءته ضعيفة وتحس تحس بوجود حد معاك في القوضة أنا أنا كنت حاسس بهوى سخن مع أني كنا في الشتاء في اللحظة دي أي حد ما كاني هيحاول يليه نفسه بأي حاجة علشان علشان يخرج من موقف ده وبدون خسائر في الوقت ده مسكت الكشاف في إيدي جيت علشان أخرج وأنا وأنا بسحب الكيس وراي بحذر لكن لكن الكيس كان تقيل جدا قلت يمكن اتشبك في رجل بيانو لما لفيت وشي وتلقائي الكشاف الكشاف جه على الكيس علشان علشان ألاقي أبشع وأضخم كلب ممكن أشوفه في حياتي كلب أسود كان ماسك الكيس بين سنانه وبيرجع لورا لحد لحد ما قطع الكيس فعلا وبدأ يياكل في الجلد كان بيخرج منه صوت صوت زم جارة قاله عينه عينه كانت بيضة تماما كان كان فيه بقى حمر جدا على جسمه ده ده بينزل دم من على بقى ساعتها كنت أخذ وضع الاستعداد علشان أتوقع أنه يهجم عليه بدأت السحب ببطء خطوة بخطوة الورا قلبي هو وقع في رجلي لما لما بدأت أشوف دلو على الحيطة وأنا وأنا مواجه الكشاف عليه دلو دلو كان بيتشكل لأشكال كتيرة في نفس اللحظة اللي متأكد منه ساعتها أنه هو صاحب المخالب الكبيرة اللي كان بيحاول يخرج من تحت عقب الباب وأنا برجع لورا خبطت الظهر على الباب لفت نفسي علشان أخرج لقيت لقيت إيد بتخرج من تحت البلاط وبتمسك رجلي وبتشديني سحبت رجلي بقوة خرجت بسرعة وقفلت الباب ورايا كنت حاسس كنت حاسس أن قلبي خلاص يقف من كترة دقاته كررت كررت أني معرفش أي حد بأي حاجة لحد ما أفهم أنا أفهم معناه إيه اللي شفته ده تاني يوم روحت المستشفى لقيت صاحب عمري هلمي وخطيب أختي لقيته قاعد مستنيني ودي مش من عدت عموما فطيرنا مع بعض بعد ما شيل بقهوته لقيته بيقول لي يا شهيل هي مجدة زعلانة من حاجة نعم هو أنت زعلتها يا بي أو اللي إيه قول لي قول لي يا حلمي ما تكسفش لا لا طبعا أنت بتقول إيه أنا بس بيت مستغرب بصرفاتها الفترة الأخيرة دي فقلت له بعد ما أخدت شفته من فينجاد القهوة بتاعي لا يا سيدي ما حدش فيه نمزة على مجدة ما بتخبيش حاجة علي لو في حاجة كانت قالتلي اشرب اشرب قهوتك يا حلمي قبل ما تبرد وفضلنا لتكلم شوية في كلام كتير يخص شغله حلمي مقاول هو اللي كلم السمسار عشان يجب لنا الشقة دي بعد ما عزلنا من شائتنا القديمة بعد المشاكل اللي كانت ما بيننا وبين صاحب الأمارة صحيح السمسار أنا حاولت أتكلمه لكن موبايله على طول مغلق عد أسبوع من الهدوء التام لحد ما جه اليوم اللي خلصت في شغلي ورجعت البيت وكالعادة أمي كانت نايمة بسبب العلاج اللي بتغضي واختي مش في قضاتها غيرت ندومي وتحركت على المطبخ عشان أعمل كوباية نسكافية لقيت ماجدة أختي فتحة تلاجة ومدخل رأسها فيها ومنع الكشة شعرها بطريقة مضحقة اديتها ظهري وأنا بحط الكتل عشان يغلي وأنا بقولها بابتسامة الله يكون فعونك يا صحبي أصد يلي في بالي أنا روحة تلسامة على ملامه بدأت قبل عريقي وأنا بكلم نفسي دي دي مش مجدة دي دي بشرتها بيضة قوي وأمال أمال إزاي لمحت رجليها سودة بدوافر طويلة التفتت بسرعة لكن لكن ما لقيتش حد واقف بس بس كان فيه أسر لرجليها مطبوعين على الأرض المرعب بقى إن الأسر عبارة عن سواد وكأنه طين تتبعت الأسر ده بحذر لقيت نهايته عند الحمام بس في نفس اللحظة في نفس اللحظة لقيت نفس الأسر ده نهايته نهايته عنده عند قوضة مجدة بقيت واقف مش قادر أستوهب برا المطبخ فيه اتجاهين لأسرين عكس بعض تماما لفت نظري ببعيد إضاءة إضاءة لونها أحمر جاية من جوه قوضة مجدة والباب بتاعها كان موارب قربت أكتر لإني بدأت أقلع على أختي كنت بقرب وأنا بنادي عليها مجدة يا مجدة بسيط جوه القوضة ما لقيتهاش بس بس شميت ريحة بشعة ريحة تقبر ريحة اللي تطاق فعلا أنا أنا مش عارف إزاي المجدة قادرت تقعد وسط الريحة البشعة دي لما دخلت لقيت لسومات لكلام مش مفهوم موجود على الحيطان وكمان على المراية فين مجدة فين مجدة من كل ده رحت في تحت الشباك عشان الريحة المكتومة دي تغرم بالقوضة شديني إيه شديني منظر جيم من الشقة اللي في الدور التالت وصالت عمارتنا وبما إن الشقة بتاعتنا في الدور الرابعة فالمشهد كان واضح تماما قدامي المشهد كان كالقاتي كان زار أصوات طبول بلحنة يقشعر الجسم الرتم المقبض الخاص بالزار أنتوا عارفينه أكيد كان فيه صوت صراخ موزعي جدا و وكان فيه بنت سودة جدا وطويلة وشعرها من كوش كانت كانت أعنيها مبرقة لدرجة درجة خلتني متأكد إنهم إنهم هيقوم مكانهم هيقيتها كانت مقبضة جدا كانت 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 لفسها عباية سكري وفيه وفيه طبع الكفوف صغيرة باللون الأحمر مطبوحين على العباية كانت كانت وقفة قدام بداية وبحركات استيرية بتحرق رأسها يمين وشمال وبتصرخ كامل وفي عز اللي هي بتعمله كانت بتقول كلام غريب اتأكدت منه إنها إنها من أصول إفريقية خصوصا من لهجتها حاجة واحدة بس اتأكدت منها بدون شك البنت دي البنت دي بتعمل طقس لسحر الماء وفيه كلمة غريبة بدأت تكررها بصوت غريص جدا هي سو نوكو ريفال بدأ الخوف يدب في هلبي جسمي بدأ يا أشعر من اللي هي بتقوله وبتعمله في اللحظة دي حسيت بوجود حد وراي لما بصيت لقيتها ماجدة ماجدة أختي كانت وقفة في نص القوضة وبصالي وهي بتبلع رئها أخدت بالي ساعتها إن العباية اللي لابساها ماجدة قدامي غير غير اللي شفتها بيها في المطبخ بصيت على رجليها لكن لا ما هي السودة لقيتني بقولها وبصوت في حدة أنت أنت كنت فين وأنا عمالة ناد عليك وإيه الفوضى اللي في القوضة دي كلها فردت علي بتوطر والأجلاجة أنا أنا كنت في الحمام والله وما سمعتكش وبعدين أنت عارف أنا ساعة الامتحانات بكون مهملة في ترتيب قطي فضلت بصص لها للثواني وبعدها قلت لها طيب طيب والرسومات اللي على الحيطان دي وعلى المراية ما كملتش كلامي لأن ببساطة لما بصيت حوالي لا شفت رسومات ولا شميت ريحة ولا ضاءة حمراء ولا أي حاجة من دي خالص فاسبتها ودخلت قطي وقفلت علي الباب بدأت بدأت أتأكد أن في حاجة مش طبيعية بتحصل هنا الفترة دي كانت صعبة جدا علي ضغط شغل رغيب كنت بحاول أتصل بالسنصار مرة أليه مفول ومرة يرن ومحدش بيرد حاولت أوصله عن طريق حلمي لكن هو ما يعرفش هو ساكن فين زالت المشاكل في الفترة دي بينه من مجدة بسبب ومن غير سبب فمرة قلت لي إنها صحيب بالليل عشان تشرب لقيت نواقف قدام الأوضة المقفولة وبضحك ومرة تانية سمع صوت كلب بيهوها وعندي في الأوضة طبعا أنا ما عملتش كده خصوصا خصوصا إن الوقت ده بالتحديد كنت بيت في العيادة وما كنتش في الشقة أصلا ومش هي وبس لا مع الممرضين كمان في المستشفى وصلت بيه الحال إني إني بقيت بتخانم مع دبان وشي أنا أنا بقيت عصبي جدا عكس الشخصيات تماما في يوم في يوم في يوم كلمتني فراط صدقت من أيام الكلية كلمتني وعزبتني على عيد ميلادها كانت عاملها في كافيه كبير كان عيد ميلاد الظريف بصراحة خرجني شوية من اللي أنا كنت فيه كنت سعيد خصوصا إني إني شفت أصدقائي بتوع الكلية كلهم وفضلنا نفتكر الزكريات الجميلة وفعزي وأنا بتكلم معهم لأيت لأيت صديقتي فراط بتمسكني من إيدي وبتقرر مني ومن وداني وبتقولي اي رأيك في البيت فاتم ها دي دي ما شالتش أنيها من عليك آه ما تلاقيك ما لاحظتش حاجة عملت تكلم ومش واخد بالك انجز انجز يلا وروح كلمها فراط دي بالنسبة لي زي أختي بالزبط شخصية جدعة جدا وروحها حلوة ويا ما وقفت جنبي هي برضو بتعتبرني زي أخوها اللي مسؤول عنه وهي الوحيدة اللي اللي بتفكرني اني وصلت الثلاثة وتلاتين سنة واني لازم ارتبط وتجوز فقلت لها وانا مبتسم يا فراط انتي أكتر واحدة عارفة اني ما بحبش الطريقة دي في التعارف سيبها بظروفة وخذ يا سيدي هديتك وكل سنة وانت طيبة وبصراحة كده انا انا كنت عايز مني خدمة تانية خدمة خدمة ايه دي؟ قلت لها وعرفتها اني مزاعة لأختي ومش عارف صراحة فقلت لي خلاص ما تقلقش سيب لي الموضوع ده وانا هكلمها وخيل سيدي الميلاد الساعة كانت داخلة على تمانية ونص بالليل لو كانت عربيتي قصاد العمارة بتاعتي وقبل ما ادخل العمارة مش عارف مش عارف ايه اللي خلاني ابص على الدول التالت في العمارة اللي قصاد العمارة بتاعتنا لما بصيت شفتها ايوه شفت البنت الغريبة اياها كانت كانت وقف في البلكونة بتبصلي بتفاحص كأنها كأنها كانت مستنيانة بصيلها هو فعلا فعلا بقع الدم اللي بتنقط الرصيف ده بينزل منها ولا ولا أنا بتهيالي بصيت حوالي ما كانش فيه اي حد ماشي في الشارع كالعادة في وقت زي ده قدمت كم خطوة وانا بقولها بصوت عالي يا يا أنسة يا ياسمك ايه انتي انتي كويسة كان نفس الشعر المنكوش بس المرة دي شفت رقابتها شفت شفت على رقابتها سلسلة طويلة كانت كانت مسكاها بين صوابعها وكنت شايف شفايفها بتتحر لاحزت لاحزت ان ملامحها بتتغير البنت دي البنت دي مريضة نفسية زي ما الكتاب بيقول بالزبط لقيتها بدأت تضحك ايوة كانت بتضحك وبتبص قدامها بالتحديد ده بالتحديد على الدور اللي فيه الشقة اللي انا ساكن فيها تلقائيا لقيتني ببص انا كمان علشان علشان اتفاجئ اتفاجئ بوجود واحدة بنت ووقفة في الشباك اللي في شائتي بنت بنت شعرها منكوش ولبسة زي سلسلة كبيرة او ايه ايه ده دي دي هي دي هي نفس البنت رجعت ببصرها تاني ما لقيتهاش ولا ولا لقيتها وقفة في الشباك اللي عندي وقفت حوالي خمس دقائق مزهول مش فاهم مش فاهم ده معناه ايه طلعت جاري على الشقة لقيت لقيت اختم بتتفرج على التلفزيون لقيتني بقول لها وانا بشاور بصباعي والكلام بيخرج مني مش مترتب هو هو فيديوف هنا مجده اقصد يعني في في واحدة صحبتك موجودة دلوقتي و و و كانت وقفة في الشباك اللي جانب قطك فاستغربت اختي و وردت علي بعصبية اولا انا ما بجيبش حد من صحبتي هنا ثانيا انت مش ملاحظ ان الشباك اللي جانب قطي هو شباك القضة اللي مقفولة وما بنفتحاش ودرت بيننا مناقشة عادة جدا اضطريت والاول مرة في حياتي امدي ايدي على اختي لما عملت كده سابتني و وداخلت قضتها دخلت انا الحمام عشان اخسر وشي حطيت راسي تحت حنافية جيت اقوم لقيت لقيت في مراية وش اختي وهي بتبصيلي بنظر الغضب بصيت وراي بسرعة لكن لكن ما لقيتش حد واقف دخلت قطي بعد ما حسيت ان اعصابي تعبان ما حسيتش بنفسي من كترة تعب ونمت نمت بهدومي حد الا منامي صوت كأنه جاي من بعيد بعد جهد فتحت عيني بس بس ما كنت شايف غير سواد كاحل انا من عدتي بسيب لمبة الابجورة مفتوح لكن وقتها وبالاخص ما بقتش فاكر انا سبتها ولا نمت على طول ويه ضلم الجمد دي حاولت اقوم لكن لا انا مش قادر حاسس زي ما يكون في جبل على سدري ايدي متكتفة ورجلي كمان لساني كان معقود جيت اتكلم سمعت الصوت ده بيخرج مني صوت صوت غريب ايه اللي بيحصل ساعتها بدأت تستوع بالصوت ده ده حد بيأزف على البيانه لو 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 ما بيتيقليشه واستعابي ما خنيش يبقى يبقى انا سامع جنب العصف ده صوت 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 فران فران عددهم كتير حاسس حاسس بيهم بيتحرقفوا مني فكرة انك تشوف فران قدامك شيء مقزس جدا ما بالك بقى ان فران ضخمة وكتيرة ومشي على جسمك ونت نايم ايه ده ده انا ده انا نايم على الارض بدأت اقوما على الارض بعد ما الفران دول باعدوا عني لما قمت بصيت حوالي لكني لكني ما كنتش شايف حاجة ما كنتش شايف حتى كفي ايدي انا انا بقى ازاي الكفيف بحاسس حوالي لكن مش باوصل لأي حاجة قدامي دماغي كانت واجعاني جدا الجو كان برد جدا جدا وجسمي بتنفض كان فيه صوت غريب مش هارف هو ايه بالزد صوت صوت زي تكتكت السنان صوت ده كان له صد بدأت اسمع صوت همهامات في وداني في اللحظة دي وعلى مرمى بصري شفت ايه شفت ضوء خفيف بيظهر ضوء ضوء شمع الضوء ده كان كفيل اني اعرف مكاني انا انا في مكان واسع جدا واسع بنفسي واسع عطي واحتانوا بالطوب الاحمر و وشايف البيانو الابيض قدامي معقول معقول يكون اللي في بالي معقول اكون دخلت القدرة المقفولة وانا نايم بصيت قدامي لمصدر الطوب كانت الصدمة ساعت البنت اللي البنت اللي كان ساكنة في الدورة التالت وصد العمارة بتاعتي البنت السودة اسنانها اسنانها المدبابة شعرها المنجوش كانت لابسة كانت لابسة السلسلة الكبيرة اياها ومسكاها وبتبص علي وهي بتحرر الشفيفة بس بس انا مش سمع بدون ايه جيت امدي ايدي لقيت لقيت في حاجز من ازاز بينه وبينها اكتشفت ساعتها انها مش بتبص علي البنت دي وافة قدام مراية وبتعمل حاجات غريبة لدرجة اني حسنت اني محبوس جوه المراية دي كان فيه كان فيه هوا سخن بدأت بدأت اسمع صوت نفس هادي وراي انا انا ما عنديش شجاعة انه التفت الورا لكن لكن رد فعل البنت خلاني متأكد ان اللي وقفه راية ده حاجة كارسة بدأت تبرع عينيها وتبلع ريقها بالعافية لكن العصر بعد كده صدامني انا لانها لانها بدأت تضحك وتضحك ونظرة مرعبة ظهرت على ملاباح كانت ماسكا شامعة هي سبب الضوء ده بدأت تقرب الشامعة المراية وتنفخ في لها بالشامعة وانا شايف ملاباحة بتتبدل المراضي المراضي اتفتت وراي لاني لاني سمعت صوت قنين اللي بنت سمعته قبل كده لما بصيت وبسبب الضوء الخافت لقيت لقيت كتلة هلامية في روخني من أرقان المكان كتلة لوحدة ست بطنها كبيرة وتتقلم كنت شايف حواليها أجسام صغيرة بتتحرك بسرعة جديدة قطط أيوه أيو دي قطط صوت العصف على البيانو رجع تاني محدش كان وايف عند البيانو المفتاح بتاعته كانت كانت بتنزل لوحدها عشان عشان يخرج العصف ده أنا أنا كنت وايف وبص على الكتلة دي أو أو البنت دي وبركز معاها جامد كنت عايزة تكلم لكن لكن صوت ما بيخرجش كنت كنت عايزة تسحب وأخرج لكن جسمي زي اللي تشل وفي لمح البصر قامت قامت وقربت مني وصرخت في وشي قمت مفزوعة من النوم على صوت منب يعني يعني داك كان كبوس هاوز بالله من الشيطان الرجيم ساعتها بصرخت فجريت علي وقعدت جنبي لحد مصحيط رحت مسيكة الموبايل وكلمت حلمي قلت له يا حلمي أنا أنا عايزة أقابلك ضروري وقابلته بعد ساعة في الكافيه اللي بنوض عليه قلت له وبدون أي مقدمات لقيتني بحكيله على كل حاجة حصلت معاي بداية من المخالب والعرفت انه لكلبي سود لحد الكابوس بعدها قلت له القضاة المقفولة دي يا حلمي فيها لغز مريب من سهل ما دخلتها وأنا حالي بتغير نفسيا وكمان اللي بايد بشوفه أنا 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 عايزة أشوف السمصار اللي بقى لنا الشقة اللي لازم تتصارف يا حلم مش عارف ليه لمحت القلق والتوتر وطحين على ملامح حلمي إزاي إزاي ما رحستش السواد اللي تعتني ده واضح إنه إنه بقى له كم يوم ما نمش فلقيته بيقول لي خلاص خلاص أنا هحاول أشوف وهحدد معاه معاد علشان نتقابل فيه بعدها قام علشان قال لي إنه عنده معاد جيت أقوم أنا كمان معاها بعد ما شربت أهوتي لقيت على الكرسي مكان ما كان حلمي قاعد صورة صورة ملونة صورة بتجمع حوالي ستة أشخاص لقيت بمسك الصورة وبصفحها كويس حلمي كان واقف جنب أبوه عم رقفة الششتاوي واللي كان واقف ومازج في إيده سلسلة سلسلة مربوطة على رقبة كلب أسود كانوا واقفين جنب ثلاث أشخاص معرفهمش والشخص السادس والأخير كان السمصار وعدت أيام كتير بعد كده ما فيش أحداث تذكر غير إن حلمي جات له سفرية مفاجئة بر مصر ولما سألته عن السمصار لقيته بيقول لي بقاسة إنه عمل حادثة ومات ما حاولتش أصرحه بموضوع الصورة ماهتمتش صراحة بعد ما اتأكدت فعلا إن السمصار مات آه قبل منسى أنا أنا خطبت فرات جيه اليوم اللي لقيتني فيه بقول لها بما إنك الوحيدة اللي بتقطميني وبتفكريني إن كبرت إيه رأيك فيه واحد زي لو تقدم لك هترفضيه وسبحان الله وكأنها كانت مستنية من الكلمتين دول وفقت على طول وكان فاضل على جوازنا شهور قليلة دول اللي حصل واللي غير مصار حياتي كلها مية وتمانين درج كنت في العيادة بتاعتي والوقت اتأخر بي كان يوم شاك جدا كالعادة في الوقت اتأخر فكررت إنها بات في العيادة كل الممرضين يوميها مشيو بقيت قاعد لوحدي بكلم فرات في الموبايل كنت قاعد على مكتبي ساعتها سمعت صوت خط منتظم من برى العيادة رحت فتحت الباب ما لقيتش حد واقف بس بس بدأت أسمع صوت تكتكت السنان مرة تانية المرة دي بصيت وراي بصيت وراي علشان علشان ألاقي مجدة مجدة أختي وقفه قدامي وتضحك ساعتها الموبايل واقع من إيدي وأنا بص عليها كان فيه كان فيه دم أسود بينزل من رأسها بغزارة وبطنها بطنها كانت كبيرة جدا والدم الدم كان نزل على رجليها رجليها سودة بالضبط زي ما شفتها في المطبخ دي دي مش أختي أكيد بيتهيالي ساعتها بدأت تفتح بقها وتقول لي كلام مش مفهوم لقيتها بتشاور على الأرض بالتحديد على الموبايل ولا لقيته بيرن تلقائي بصيتها على الموبايل رجعت عشان أبص عليها تاني ما لقيتهاش لقيت أمي هي اللي تتصل بي كانت بتقول لي وهي منهارة إلحق يا شهين إلحق إلحق ما اجدختك بسرعة سبت اللي في إيديو وجريت على عربيتي طول الطريق كنت ببصي في المريا اللي قدامي عشان عشان أشوف وش باشا أزود بيبصي اللي برعب ووصلت شايتنا لقيتها لقيتها من كركبة ولعفش وقع في كل مكان والتلفزيون وقع على الأرض الدنيا كانت بايزة تماما كأنها حصل زلزال في الشق دخلت بصعوبة وأنا بنادي على أمي وعلى مجدة لقيت أمي وقع على الأرض قدام الحمام والموبايل بتاعها جنبها جريت عليها ودموع خانتني وأنا بقول لها أمي أمي فوق يا أمي لقيت مجدة ساعتها وقفة عند بيب القوضة المقفولة أو اللي المفروض أنها كانت مقفولة لكن أختي كانت خارجة من جوة القوضة بدأت أقول لها وأنا متعصب مجدة إيه اللي حصل لماما أنت وقفة عندك بتعملي إيه وقفة كده إيه بدأت تقرب مني وبسبب العتمة اللي جوه القوضة ما كنت شايف ملامحها كويس لكن لكن بدأت تظهر كل ما تقرب مني أختي كانت نكشة شعراخ كانت بتقرب مني وبتمشي زي الزومبي بالزلط رجليها كانت مكواصين وبتمشي بط أختي أختي كانت مسكة في إيديها قطة والأوضع من كده إنها إنها كانت بتاكلها منظر مقزس جدا فجأة افتكرت الكابوس واللي شفته ورحت القوضة بتاعتها كنت عايزة كنت عايزة ربط الحاجات ببعض لكن مش قادر وزي ما شفتها في العيادة من ساعات بشوفها مرة تانية بهايقتها المرعبة بطنها كبيرة ودم بينزل ع رجليها السودة الإجابة الوحيدة من اللي أنا شايفه ده إن أختي إيه وأختي أكيد حامل أيها أنا دكتوره ومتأكد ما دي بقوله لا لا مستحيل ما كانتش من منظر ده الصبح أختي إيه أختي بتتحول لماسخ أو أو أنا 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 اللي خلاص الجنينت كنت شايف عينيها بيضة تمامة دم أسود نازل من عينيها وهي بتضحك كنت بتضحك ضحكة مرعبة أنا أنا مش قادر أتحرك جسمي مرة تانية بقى زي المشلول أمي أمي كانت واقعة على الأرض وأنا قاعد جنبها وسندها بإيدي اللي ما عملتش حسابه ساعتها إن إن النور قطع علشان إيه كهرب الجو بزيادة كان فيه هدوء مرعب عام المكان ضل مكوحل بعدها بدأت إضاءة حمراء تظهر في الشقة كلها أنا أنا كنت سامع صوت أنفاسها الهدية بعدين بعدين بدأ صوتها يظهر تاني بدأت أحس بحجب بتمشي على رجلي فران فران كتير جدا حوطتني صوتهم صوتهم كان مرعب كفاية لقيتني لقيتني بصرخ وبقول بصوت عالي ومتوتر إيه 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 اللي انت بتعمليه ده يا مجد ردت علي تلقاي وبصوت غليز ومرعب أنا مش مجد وقع علي كلامها زي الصعق بالظلط وقبل أي رد فعل يظهر مني ليتها بتقول بنفس صوتها الغليز أولدني استجمعت شجعتي وليتني بقولها أنا أنا مش هولد حد أنت إيه إيه إنت مين أصلا وساد الصمت الثواني رجع تتكلم وتقول عايز تعرف أنا مين أنا ريفال وبدأت ملامحها تتبدل لملامح البنت السودة إياها وبدون أي مقدمات مسكتني من شعره وجرتني على الأرض دخلتني الأوضة إياها لقيت الباب بيتقفل ورانا بدأت بدأت أسمع صوت أنينها صوت الأنين اللي سمعته قبل كده كانت هي مصدره بدأت أسمع المخلوقة دي وهي بتقولي بصوت غليز لو ما عملتش اللي قلت لك عليه أخلي حقيقة الجحيم أعمل أعمل إيه وإزاي لقيتها بتسلق بشدة ضوفر السودة بشوفها بتخرج من بطنها دمها دمها إزود بدأت أسمع أصوات مرعب صراخات على همس على على صوت الزار من جديد على صوت البيانو خفت جدا قمت بقيت عنها وهي هي مستسلمة تماما ستها تصرخ أيو أنا أنا خفت خصوصا خصوصا لما شفت الكلب بيزوم وبيقرب مني وزلال كتيرة وأنفاس سخنة كتير كنت حاسس بهم حواليه ما قدرتش استحمل كل ده وأغمى عليه لما فتحت عيني لقيت فرات خطبتي وافة قدامي وعيونها غرآن دموع لقيتها بترجع لور سمعتها بتقول يا شيخ عبد الرازق شهين فتح عينيه لقيت راجل في الخمسينات بيقرب مني كان ماسك في إيده أوكاز ده أنه بيضة وطويلة كان لابس جلابية بيضة وعلى رأسه عم لقيته بيسندني هو واحد تاني أعرفه ده جاري جاري اللي ساكن في الشقة الأوساطي لقيت الشيخ مبتسم وبربت على كدفه وبيقول لي حمد الله على سلامتك يا دكتور عرفت من فرات بعدها بأيام أني وانا بكلمها بدأت تسمع أصوات تانية جنب مني وبعدها سمعتني بصرخ والموبايل فصل راهت للعيادة ما لقتنيش جلت على الشقة ولما وصلت خبطت على باب الشقة اللي قصدنا وطلبت المساعدة من جاري رجب جاري اتصل بشيخ يعرفه ولما جيه الشيخ أرى علي كرآن لأني كنت في حالة هياك كبيرة سمعتني ولا بتكلم بصوت غير صوتي صوت أنساوي غليز كنت بتلوى لدرجة أنهم رابطوني لحد ما أهديت تماما وبعدها بساعات فتحت عناية كنت بسم منها الكلام ده وأنا في عالم تاني كنت كنت حاسس بدم ملوس بيجري في دمي في كيان بيتحرك في دمي إحساس غريب بالمناسبة أمي ووقتي كويسين جدا الغريب الغريب بأنهم مش فاكرين أي حاجة من اللي حصل حتى أمي مش فاكرة هي اتصلت بي ولا لا لما واجهت أختي بكل حاجة قالت لي حاجة غريبة جدا أنت يا شاهين اللي تصرفاتك ما كانتش مفهومة من فترة طويلة مرة أسمعك بتضحك ومرة بتصرخ مرة أشم ريحة بشعة جوه قطك أنا كده ما بقتش فاهم حاجة صحيح أنا أنا نزيل أقول لكم إنهم إنهم لقوني قصاد باب القوضة وإن القفل بتاع القوضة لسه موجود فيه بعد اللي حصل ده بقت منعزل تماما ما بقتش بتكلم مع حد في يوم جالي جاري قولي اسمه راجب لقيته بيقولي قبل ما تيجو الشقة دي كنت بسمع أنا ومراتي أصوات من جوه أصوات غريبة ومرعبة صوت صرخات أصوات أنين كلبي بيهوهو خط من جوه الباب بيقولوا إن فيه وحدة تحبست في قوضة جوه وتعافل عليها بالقفل ولما شموا ريحة بشعة دخلوا واكتشفوا إنه ملهاش أي أثر وإن الريحة دي بسبب كان مهائل من الفران الكبيرة بالمناسبة أختها بتخدم في شقة في العمارة اللي أصاد العمارة دي بس من بعد اختفاء أختها وبقت مجنونة أكيد سمعت صوت الزار وصرخها سحاب الشقة دي ما بيجوش غير كل فين وفين لدرجة إنهم سابوها في الشقة وما بقوش ييجو بسبب اللي بتعمله أنا باسمع كتير بتقول لفظة سنوك وريفال ولأنها إفريقية حاول تعرف معنى الجملة دي إيه الجملة دي معناها بالعربي عودي يا ريفال وريفال دي تبقى اختها اللي اختفعت من جوه القوضة هنا من ثلاث سنين أنتو أنتو لازم تمشوا من هنا يا دكتور شاهين لازم في الوقت ده كل حاجة وضعتلي لكن متأخر تماما اللي عايزة أقوله أني من ساعة الموقف ده وانا رائد على السرير ومش قادر أتحرك في دلت شهر ملزم بالسرير جابولي كرسي متحرك كل ليل كان بيعد علي كان جحيب كنت بشوف الشيطانة دي اللي اسمها ريفال كانت بتظهر لي بشعرها المنكوش والقطط حواليها كأنهم بيحموها والكلب الاسود كمان وكان فيه جسم اسود لازق في بطنها كان كان منظره هرعب وقابشع منها جسم اسود صغير جلده جلده بيقع وممزوج بدم اسود كانت بتقرب علي وهي بتتكلم بصوت غريص وبلغة مش مفهومة راحتها راحتها كانت مقريفة جدا اسنانها كانت بتخبط في بعض وبتخرج صوت مرهب يعنيها كان لونها قبيل لحد ما في يوم يوم لقيت وش قبشع منها بيقرب علي وبيقعد على طرف سريري كانت كانت لابسة سلسلة طويلة بالرقابتها وفستان سكري وكفوف صغيرة مطبوع الفستان ايوه ايوه هي دي اللي انا اللي انا شفتها في الشباك ايوه هي دي اللي جاري راجب حكالي عنها وقال لي انها اخت رفال الكنين كانوا شبه بعض تماما توقم اكيد اللي انا شايفه ده تهيقات مستحيل يكون حقيق شكلهم البشا ووجودهم حوالي كل ليل برحتهم المقبضة رعبني جدا الواضح الواضح انها رجعة تنتقم تنتقم مني عشان ما سمعتش كلامها لحد ما فات بي الكيل وصرخت صرخت بقى على صوتي استجمعتك وطري وبدأت تستعيز بالله من الشيطان الرجيم فدلتارا اي آية تيجي في بالي ملامحهم بدأت تتبدل للأسوأ كل ما كنت انت حرف من آيات ربنا كانوا يبدأوا يغضبوا جت لهم حال الجنان وهياج كانوا بيصرخوا في وشي حتى الطفل كان بيصرخ اصوات تانية سامعها بجانب صرخته اصوات من اعماط الجحيم السرير ساعتها بدأ بدأ يتهز بيه كانوا مسكين دماغهم وبيلوفوا في القوضة يمين وشمال وهما بيصرخوا لقيت عدد كبير جدا وكتير جدا من فران بيهملوا السرير فران على السف بيرموا نفسهم علي فران بتغروا من حيطان من هياجهم كانوا كانوا بيجروا بيا السرير الكلب الاسود جلوا ووقف على سدري وهو وهو بيهوهوا وصوتهم غريب ومزج وبسبب ايمان الضعيف سكت سكت وكأنني بقولهم خلاص انا آسف لقيت البنت اللي لابسها سلسلة بتقرب مني وبتوجه سلسلة على وشي وبتنطق كلام مش سمعه كانت بترسم حاجة بالسلسلة دي في الهوى وبتصرخ وبتحرك راسها بستري ايمين وشمال بدأ يتقرب ايديها على عيني حسيت اني اني نظرة بتسحب نار نار كأنها بتخرج من كاف ايديها ضوافر الكلب كانت بتغرس في سدريه وبتعصر فيه بقوه دم غزير بينزل من عيني بدأ ساعتها جسمي يتنفض كل ما تنتقل كنت كنت سمعه بتقول كلام مش مفهوم ومرعب في نفس الوقت شريط حياتي كان بيطيرت كله قدام مني كنت حاسس حاسس بجسمي بترفع عن السرير وبيوصل للساف نفسي بيديه سدري عملي يعلى ويهبط بسرعة جنونية كنت عايز انت لكن مش قادر عايز اتكلم مش عارف عايز استغيس مفيش فايدة بدأت الرؤية تختفي من حوالي بالتدريب سكون رهيب معرفش ايه معرفش اعدة كم ساعة او حتى كم يوم كل ما كنت افتح عيني احس بوجود احس بوجود مية دافية على جسمي مرة لقيني بتحرك بس بس مش حاسس بجسمي وكأني بتكتف اغمض وفتح لقيني سابت ما بتحركش كنت بسمع اصوات عبارة عن همهمات لا حد ما فتحت عيني بالتدريب علشان علشان الاقي الجو ظلمة وكئيب من حوالي بدأ وعي يرجع لي بالتدريب بدأت اكتشف مكاني لما حسيت بيرطوبة تحت مني وشميت ريحة عاطنة ومعفنة جدا لما اكتشفت ان جسمي متأيد بالشكل ده لما ربطت وجود مية على جسمي ده الاني كنت كنت بتغسل كنت بتغسل وبتكفل وانا انا حاليا مدفون انا انا موت ايوه انا موت الملعونة دي واختها اتلوني معقول لا لا مش ممكن اكيد ده اكيد ده كابوس ما هو انا اتعودت خلاص اتعودت على ان اخر كل موقف مرعب يبقى كابوس انا انا خايف جدا انا حاسس بحركة خفيفة عند ريجي زل اسود بدأ يظهرلي كان بيطول وينكمش في نفس اللحظة تقريبا اصوات همس وعيون حمراء بدأ يظهروا صوتي صوتي ما بيخرجش لساني معقود اصوات الهامس دي كانت بتتعالى كل اللي كان بييدي ان اني مفتوح على اخير هو بس شايف هلات بتحوم حوالي برغب الضلمة اللي حوالي الا اني شايف ايوه انا انا شايفهم بوضوح شايف شايف الايدي اللي بتخرج من تحت التربة وتمسكني من رجلي شايف الاختين واقفين عند رجلي وامبرقين وبيضحقوا البنت اللي هي اخت رفال قدمت ونزلت على رقبتها وبدأت تبصي كان منظرها باشا بدأت ترفع راسها لفوق كانت مسكة السلسلة المرعبة بقبضت ايديها وبتهزد جسمها وبتقول كلام كتير مش مفهوم بدأت بدأت تشيل الكفة من على بطني وبدوم مقدمات الرابط الرابط ضفيرها عند بطني وبدأت تغرزه بدأت تغرزه وتحركه وكانها بترسم حاجة على بطني الغريبة اني مش حاسس بأي ألم وبصوت غليز ومزدوج بدأ يتردد ثوداني جحيم جحيم كنت شايف رفال بتقرب مني هي كمان جات عند بوقي وبدأت تفتحه بقوة ما كنت شايف في يديها حاجة لاني لاني حسيت بسائل بيجري في دمي جسمي بدأ يتراش الشيء الوحيد اللي اتأكدت منه اني اني لسه عايش هي هي القبضة الشديدة للمسكة قلبي وبتعصر فيه وزي ما ظهره فجأة اختفه فجأة اختفه لما بدأت أسمع صوت خطوات بطيئة ونور أصفر بيظهر بالتدريج وصوت جميل بيقول السلام عليكم الصوت ده كان بالنسبة للمنقذ اللي جالي في الوقت المناسب ايوه لاني شفت ساعتها الشيخ عبد الرازي كان ماسي كلوب ومواجهه قدام منه وبيبص عليه ما حسيتش بنفسي بعدها إلا إلا وانا في قطي وعلى سريري وأمي أمي بمسكة إيدي وبتبكي وبتبوس على رأسي وأختي ماجدة وفراتها تبطي كانوا وقفين جنبي ومنهارين من البكة وبرضه كان جاري رجب واقفه بصصلي بروعب وزهول أنا مش قادر أفتع عين دي الأخيرة عيني عيني واللي حس ان في سحاب السودة مغطيها ده غير الجرح الراهيم اللي حسس بيه عند بطني كانوا بتكلموا بس أنا ما كنتش معاهم أنا أنا شايف كائنات قصيارة كتيرة جدا وشوشهم طويلة جدا وسودة كلهم كانوا شكل واحد ما كان عينيهم كان ممسوح تماما كانوا متجمعين في كل رقل من أرقان للأوضة ومش كده وبس أنا أنا كنت شايف زلال بتتشكل على الحطان الزلال حمر جدا وشوشهم مرعبة كورون حاد شايفهم على رأسهم كل ثانية كانوا بتشكلوا الأشكال أكتر بشاعة ورعب وأشكال تالتة مرعبة جدا كانوا بيزحفوا زي التعبين حوالين أم وأختي وفراط وجاري أسنانهم كانت مدببة لسانهم زي ألسنة الأفاء بالزلط جسمهم كان ممدود وطويل كانوا كانوا بيجوا عند الشيخ عبد الرازق ويرجعوا كانهم خايفين منه أيوا أنا أنا بقيت بشوفه الحجاب واللي كان حاجز بينه وبين العالم الآخر اتشار من علي وبسبب اللي شفته ولا بسبب التقوص اللي عملوها علي ولا حتى بسبب السائل اللي شربته للبنت أنا مش عارف بالزبط بقيت أشوف بقيت أشوفهم في كل مكان في المراية في الحمام في كل مكان في الشقة أنا أنا حياتي اتدمرت حرفية طلبت من خطيبتي فراط إنها تنساني وتعيش حياتها في الأول كانت رفضة تماما بس أنا أصريت عليها لحد ما فعلا فساخت الخطوبة أنا أنا بقيت الشخص التاني خالص من دكتور شاطر وطموع لشخص منعزل عن العالم تماما وجوده زي عدمه شخص بيشوف الشياطين والجن وعمار البيت ومخلوقات كتير مقبضة الشيخ قال لي إنه إنه سمع صوت صراخ وأصوات كتيرة جاية من القبر اللي اتدفنت فيه اتدفنت فيه ليلتين بحله ولأنه هو الطربي بتاع المدافن فاتح باب المدفن فلقاني عايش وهو اللي جابني الشقة وعرفهم إنه لسه ما موتش بالمناسبة أنا ما بقيتش أشوف التوقم خلاص وكأنهم استكفوا باللي عملوا فيه في يوم ليه تأختي بتخبط علي وبكل أسى ليتها بتديني ظرفي فيه جواب لما فتحت الجواب ليه تمكتوب فيه الآتي سامحني يا صاحبي على السبب في كل اللي حصل لك الفترة اللي فاتت لما في يوم أبويا كلم جارنا اللي في العمارة اللي قدامنا عن خدامة تكون كويسة لأن محدش عند أبويا بيقوم بتنظيف البيت بعد وفاة أمي وبعد يومين لقناها جايب خدامة من إفريقيا في العشرينيات من عمرها اسمها ريفال وكانت أخت الخدامة بتخدم عنده وقتها كنت عند أبويا لكن ما كانش يعرف إن موجود في اليوم ده بالتحديد لقيته جاي سكران تينا وبدل ما يدخل قوته دخل قوتة الخدامة اختصبها حاولت تقاوم لكن ما قدرتش جلت على صوتها وبصيت من بعيد وبدوم مقدمات شفته بيضربها بالألم وبقوة استسلمت وأغم عليها جاب قفل كبير وقافل الباب عليها استنيت لما دخل قوته وخرجت بسرعة بالشقة بعدها عرفت إنها ما ماتتش فضلت محبوسة شهور في القوضة كنت بسمع عنينها كل ليلة لكن ما قدرتش أساعدها وجه اليوم وجرقت وكسرت القفل ودخلت القوضة لكني ما لقيتهاش بس بس لقيت قطط كتير ميتة القطط اللي اتحبست معاها والوضح إنها ما لقيتش حاجة كلها فاكلت القطط بعدها بكم شهر رجعت انتقمت من أبويا لحد ما خلته انتهر طلبت من السمصار اللي هو في الأصل ابن عمي إنه يشوف الصرفة ويقور الشقة دي بعيد لقيتك بتكلمني كلمت ابن عمي السمصار وتفعت معاه كنت فاجر إن بكده الملعونة دي هتسيبني ومش هتظهر لي تاني بس كنت غلطان كنت غلطان لما عرفت منك إنك فتحت القوضة مرة تانية وبدعت تظهر لي أبشع بكتير من أي مرة قبل كده وقتها وقتها عصدت إن أرميلك الصورة على الكرسي في الكافيه كنت عايزة صرحة بس ما قدرت شواجهك عايزك تسمحني يا شاهين يا صاحبي علشان على الآل أموت مسترية ده اللي أنا لقيته مكتوب جوه الجواب واللي كان بعته لي حلمي حلمي صديقه عمري وخطيب أختي من بعد ما بعتلي الكلام ده وأنا معرفش عنه أي حاجة لحد لحد ما جالي الخبر إنه انتحر ورمى نفسه من الدور الرابع رجعت وانتأمت من التلاتة واللي كانوا عارفين وسكته وكل ده بسببي أنا بسببي لأني فتحت الأقوضة واللي فضلت مقفولة سنين أنا حررت الشبح من سجنه حلمي وأبوه وابن عمه السمصار ماتوا كلهم ياريتهم ياريتهم كانوا سابوني في القبر في النهاية أعايز أقول لكم بلاش فضلكم ياخدكم ويخليكم تفتحوا وتعرفوا سر أي باب مقفول خصوصا خصوصا لو شفت مخالب كبيرة بتحاول تخرج من تحت عقب الباب أو أو سمعت الصوت عنين خافت دمبت ترجمة نانسي قنقر